أكد رئيس مجلس النواب المستشارة دكتور حنفي جبالي أن مصر تدعم التوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا بما في ذلك التوصل إلى قاعدة دستورية للانتخابات وأكد جبالي أن مصر تحرص على دعم سيادة واستقرار ليبيا باعتبارها امتداداً للأمن القومي المصري مؤكداً دعم مصر التام للجهود التي بوذلت من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة الراهنة أرحب بكم جميعاً في بلدكم مصر التي تعتز بعلاقات الأخوة مع أشقائها العرب وبصفة خاصة الأشقاء في ليبيا الشقيقة حيث تحرص مصر دائماً على دعم سيادة واستقرار ليبيا باعتبارها امتداداً للأمن القومي المصري ومصر تؤكد على دعمها التام للجهود التي بوذلت من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة الراهنة حيث استضافت مصر على مدار عام ونصف اجتماعات المصاري الدستوري برعاية الأمم المتحدة والتي توجد بالتوافق بين كل من سيادة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وسيادة الأستاذ خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة على القاعدة الدستورية التي ستكون بإذن الله بمثابة نقطة انطلاق نحو بناء المؤسسات الليبية اشتركوا في القناة